الله معكم أحبائي نلتق اليوم إلى جبهة القرن الإفرقي هذه الجبهة تشهد تطورا بارزا ولافتا خاصة مع معلومات حول إرسال مصر لعشرة ألاف جندي مصري إلى الصومال طبعا جرى الحديث عن إرسال معدات عسكرية مصرية بشكل كبير إلى الصومال ولكن ما قصت كل هذه الأمور مع علاقة روسيا أوكرانيا تركيا وموضوع أثيوبيا طبعا بداية أحبائي لنشرح الوضع قليلا في الصومال يوجد دولة أخرى على انفصالها سمت نفسها أرض الصومال موجودة باللون الأخضر هنا الصومال تواجه مجموعات مسلحة ويوجد بحثة اتحاد إفريقي لدعم السلام في الصومال لدعم الأمن ضد الجماعات المسلحة مصر قالت أنها سترسل عشرة ألاف جندي مصري طبعا ضمن اتفاقيات دفاع بين الصومال ومصر هذه البحثة تنتهي مهمتها وسيكون لك بحثة جديدة لذلك تحاول مصر أن تكون نصف هذه الكوات خمسة ألاف جندي ضمن بحثة جديدة والخمسة ألاف قيل أنهم سيكونون موجودين بشكل منفصل كقوات مصرية ما الذي تعتبره مصر؟ مصر تعتبر أن هذه المنطقة حيوية وضمن أمنها القومي كما تعلمون منطقة باب المندب مهمة جدا هذا الطرف الغربي للمنطقة هنا مقابل اليمن وبالتالي أثيوبيا وقعت في فترة سابقة اتفاقية مع أرض الصومال ليكون لها منفذ على البحر عبر مرفأ بيربيرا الموجود هنا مع قاعدة عسكرية لمدة خمسين عاما وبالتالي هذا ما اعتبرته مصر تهديدا لأمنها القومي وطبعا تحاول استدراك ذلك عبر دعم الصومال والجيش الصومال والأمن في الصومال ضد الجماعات المسلحة المنتشرة في البلاد وطبعا في وقتنا سابق وقعت الصومال ايضا اتفاقية مع تركيا انشأت تركيا اكبر قاعدة في هذه المنطقة موجودة هنا على البحر اضافة الاتفاقيات الاقتصادية طبعا الناتو يعتبر انه من المهم ان يكون لأحد دوله وجود في الصومال وبالتالي ازدادت الضغوط على الحكومة الصومالية وهنا نأتي الى روسيا واوكرانيا الاوكران موجودين عبر شركات عسكرية امريكية منتشرة في الصومال برز مدربون خاصون اوكران في الشهر الماضي في هذه المنطقة كيل انه تم ارسالهم لمكافحة اي نفوز روسي محتمل في المنطقة وبالتالي نتيجة الضغط التي تعرضت له الدولة الصومالية كيل انه سيتم ارسال الوفد الى روسيا ويفتتاح سفارة روسية في مقاضيشه وبالتالي كما تلاحظون اضافة لكل ذلك اثيوبيا تحاول تعمق علاقاتها العسكرية مع الدول انه الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها اضافة الى ذلك مع حلفائها في افريقيا كالمغرب كان هناك زيارة عسكرية لوفد المغربي التقى خلالها وفد عسكري اثيوبي جرى تنصيق عددا من الامور والنقاط العسكرية وطريق الدعم والتبادل العسكري وغيرها من الامور والتعاون وبالتالي لم تتضح هذه النقاط حتى اللحظة ولكن كل طرف يحاول تعزيز موقفه وتعزيز وجوده على الارض وبالتالي الخطورة هنا في هذه الجبعة كما قلت لكم هي الجبعة الغربية لمضيق باب المندب وكل طرف يحاول الحصول على وجود عسكري له اضافة الى ذلك تحاول مصر كما اشعرنا في بداية الفيديو الى احتواء الوجود الاثيوبي ومنع التمدد الاثيوبي باتجاه ارض الصومال عبر تعزيز موقف الصومال كدولة ضد الجامعات المسلحة وضد ما يسمى ارض الصومال لذلك احبائي هذا الوجود هل سيتطور الى مواجهة يمكن قول غير مباشرة بمعنى اخر ليست على ارض مصر وليست على ارض اثيوبيا وانما في ارض الصومال او في الصومال لا احد يعلم ولكن نتيجة هذه الاخبار والامور قامت الكواب الاثيوبية بتعزيز وجودها الاسكري في كامل المنطقة الحدودية هنا مع الصومال اذلك احبائي علينا ان ننتظر نراكب ونتابع ما يحصل وطبعا اي جديد سأحاول ان اضيفه في الفيديو المقبل ولكن رجعا لا تنسوا الانضمام الى القناة ولا تنسوا مشاركة الفيديو وشكرا لكم دوما على وقتكم الثمين والى اللقاء بفيديو اخر